طيب النهاردة من أخبارنا فيما يتعلق بكاسر ربطة النهاردة الأهلي تقدم بطلب رسمي لربطة الأندية الهدف من الطلب هو تأجيل مباراة الأهلي في كاسر ربطة المفترض أنها كتتلاعب في خلال فترة توقف الدوري عشان الأجندة الدولية طبعا وده بمبدأ تكافؤ الفرص عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنفسة حجة الأهليف ده بوجة نظر أنه دي الأهليف ده أنه الأهلي بيغيب عن قوامه 14 لعب من السكوات بتاع الفريق عندك ثلاث محترفين تم استدعائهم لمنتخباتهم بيرسي تو جنوب أفريقيا علي معلول تونس وقاليو ديانج منتخب مالي عندك سبع لعبين مع منتخب مصر الأول طبعا عندنا مطشين مهمين جدا مع ملاوي في تصفيات أفريقيا 24 و28 وعندنا طبعا أربع لعبين أعتقد حمزة علاء وكوكا ومحمد أشرف ورقفة خليل أربع لعبين مع منتخب مصر الأولمبي وبالتالي بتتكلم على 14 لعب والأهلي ما عندوش حالس مرمى غير علي لطفي لقدر الله لقدر الله يعني لو ما نتمناش ده طبعا بس لو علي لطفي أصيب ما عندناش حالس مرمى نخش بي المباراة بالتالي وجهة نظر أعتقد أنها هتلقى قبول والاحتمال الأكبر أنه يتم تأجيل مباراة الأهلي والمصري في كسر ربط